بعث رئيسه الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة المرحومة المجاهد والديبلوماسية الأسبق عثمان سعدي وجاء في رسالتي الرئيس قضى المولى تبارك وتعالى أن يتوفى المجاهد الكاتب والديبلوماسي عثمان سعدي رحمة الله عليه وبرحيله نفقد وطنيا غيرا على الجزائر ظل وفيا لمواقفه في الدفاع عن الهوية الوطنية صادحا فخورا بأصالة الأمة وبعمقها التاريخي في المنابر الفكرية والثقافية ومن خلال مؤلفاته ومساهماته لسيما تلك التي يعلى فيها شأن اللغة العربية إحدى ركائز ومقومات أقول هويتنا وانتمائنا الحضاري وأمام هذا المصاب الأليم أتوجه إلى كافة أفراد عائلة المرحوم بالتعازي والموساة دعين الله عز وجل أن يتولى الفقيد برحمته الواسعة وأن يعظم أجركم ويحسن عزاءكم ويلهمكم جميل الصبر والسلوان إن لله وإن إليه رجعون